موسيقى مهند طول عمره مميز من أول ما نخلق على ها الدنيا وليد طفل أسنسيل هاي أول اشي كان عنيد عنيد كتير ومن هو طفل صغير كبر مهند شهد كيف الدبابات دخلت على وسط رمالله كان شاب قد حاله مهند كان خلوق كتير كان متدين قبل ما يستشهد يعني يومها بالذات كان فيه إشي غريب في هذا اليوم مش عارفين إحنا الشو بس كان إحساس إنه فيه إشي فيه إشي بدي يصير مش عارفة أنا كنت أسترجع شو كان يكتب مهند ابني مش أغلى من المسجود الأقصى لما عرفت إنه ابني استشهد يعني هذا إشي فخر إلي وبنفس الوقت إنه وجع بحس بالفخر بحس إنه مهند شو اللي عمله شو العمله لفلسطين شو عمله للعالم مهند الحلبي أكيد فخر لكل العالم لكل إنسان حر مهند الحلبي لازم الكل يفتخر فيه مش عشانه ابني لأ إلى هدفه ورسالته اللي وصلها شهدائنا هم الجسر الذي يحقق لنا النصر شهدائنا هم الذين سيحررون هذه الأرض المقدسة إن شاء الله مهند له ذكريات كثير وذكريات أكثر طريقتها مضحقة لأنه كان مهند مريح وكان دايما شاب بحب يمزح طبعا إحنا كان في البيت أكثر إشي اجتماعنا على الأكل لما نقعد طبعا أنا بحكم شغلي كنت أكون في البيت المغرب وكونوا محضرين العشاء فمهند إلا يخترع له نكته وصيروا كلهم على الأكل يضحكوا فصير أحكي لمهند يابا فيه احترام للأكل فخلي النكتة بعد الأكل يعني فهو خليك تضحك يابا خليك تنسى تعبك من الشغل عمرنا ما بننسى أبدا شهدائنا والذين ضحوا بدمائهم من أجل هذا الوطن الغالي وهذه الأرض المقدسة فنحن على عهدهم ولن ننساهم أبدا يابا مظبوط أنت غيبت عنا واستشهدت ربنا يرحمك وربنا يخليك مع سيدنا محمد وتكون شفيعي لنا وإحنا عمرنا ما بننساك أبدا أنت غالي علي كتير وأنت أغلى من روحي يعني لو خيروني في حياتي وفيك كان أنا بتمنى أني أنا أموت مئة مرة ولا أنت يصير فيك إشي فهذا قدرنا وقدرنا أنك أنت تكون شهيد وإن شاء الله بتكون شفيعي لنا يوم القيامة موسيقى